السلام عليكم حفاظا على حياته تفاصيل اختفاء عمر البشير واشاعة هروبه من المستشفى خلال الساعات الماضية تداولت العديد من الانباء التي خرجت تفيد بهروب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير والذي كان يتواجد داخل احدى المستشفيات السودانية بامدورمان بعد اسبوعين فقط من اندلاع الحرب السودانية في ابريل الماضي صحيفة الشرق الاوسط وفقا لمصادر تابعة لها قالت ان رئيس عمر البشير وبعض من معاونيه تم نقلهم من مستشفى السلاح الطبي المجاور لسلاح المهندسنا في امدورمان والذين كانوا يتواجدون بداخلها الى مكان اخر اكثر امانا دون تحديد هوية المكان وذلك بسبب اجتداد القتال في المدينة التي كان يتواجد لها الرئيس السوداني المخلوع والمتهم في قضايا جرائم حرب وفقا للجنائية الدولية لكن محمد الحسن الامين عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني السابق نفى ما تم تداوله بشأن هروب عمر البشير وقال لوكالة انباء العالم العربي اي دي بليو ان انباء هروب الرئيس السوداني السابق ليست صحيحة فما زال عمر البشير واربعة من رفاقه بطري حسن صالح نائب الرئيس البشير وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق ويوسف عبد الفتاح عضو مجلس قيادة ثورة الانقاذ واللواء الطيب الخنجر يتواجدون في محيط سلاح المهندسين بامدرمان في معتقل تحت حراسة لاستخبارات العسكريات واشراف قيادة سلاح المهندسين ولم يحدد الامين وفقا لحديثه الموقع الجديد الذي يتواجد فيه الرئيس السوداني السابق وعدد من معاونيه واكتفى بالقول ان الموقع يقع في منطقة المهندسين بامدرمان وانه تحت حراسة قوة من الاستخبارات العسكريات ومن قوة منطقة المهندسين العسكرية وتم نقلهم اليه نظرا لانهم كانوا امام خطر القذائف التي تطلقها قوات الدعم الصريع عضو هيئة الدفاع عن البشير اكد على ان رئيس السوداني السابق نجا مرتين من الموت الاولى حينما تعرضت الغرفة التي يقيم فيها الى القصف بينما كان موجودا في حجرة اخرى بالمستشفى والثانية حينما كان يؤدي الصلاة مع اخرين اذ سقطت قذيفة في الجدار الذي كان خلفهم مما يدلل على ان البشير كان مستهدفا بالقذائف التي تطلقها قوات الدعم الصريع من منصة في مقرن النيلين بالخرطوم ناحية المستشفى المطلي على ميل وقت محكمة سودانية في الخرطوم قضت في ديسمبر 2020 بالتحفظ على البشير في دارين للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين بعد ادانته بالفسد في واحدة من عدة قضايا موجهة ضده واثنى اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم الصريع في ابريل 2023 كان البشير وعدد من معاونه بمستشفى علياء بغرض تلقي العلاج بحسب ما تقول السلطات السودانية وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم ترجمة نانسي قنقر